قد مر عام على عملية غصن الزيتون العسكرية التي أطلقها الجيش السوري الحر والجيش التركي للسيطرة على المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانفصالية في منطقة عفرين مرت هذه المعركة بمراحل نورد أهمها فيما يلي بدأت جيش التركي في العشرين من يناير العام الماضي القصف التمهيدي الجوي والمدفعي على مواقع الميليشيات الانفصالية في مدينة عفرين وريفها بعد يوم واحد بدأت العمليات البرية المفاجئة من الجهة الغربية لعفرين انطلاقا من الحدود السورية التركية في نهاية شهر يناير من العام الماضي سيطرت جيش السوري الحر بدعم من الجيش التركي على جبل بيرصايا أحد أبرز المواقع العسكرية للميليشيات الانفصالية وذلك ضمن خطة للسيطرة على التلال والجبال والمواقع الاستراتيجية قبيل التغلغل في عفرين كما سيطرت جيش السوري الحر في 1 فبراير شباط على بلدة بلبل أول مركز ناحية في عفرين المقسمة إداريا إلى سبعة نواحي أعلنت كتائب الجيش السوري الحر السيطرة الكاملة على الشريط الحدودي مع تركيا في 26 فبراير شباط في العام الماضي وتسارعت تقدم وحداته لحكم السيطرة على خمس مراكز نواحي من أصل سبعة تتشكل منها عفرين وصل الجيش السوري الحر والجيش التركي في العاشر من آزار إلى مشارف مدينة عفرين مقتربة نصف كيلو مترا من أول أحياء المدينة وفي 28 مارس آزار قام الجيش السوري الحر بإحكام السيطرة على مركز مدينة عفرين وبالتالي تكون عملية غسط الزيتون قد حققت أهدافها وتكون منطقة عفرين محررة بالكامل